أما بحمد الله الفرش صارت أونلاين ما صدق من الوناسة والله فرحت قالوا اللي ترى الحين دقوا عليه بوتيكات جاء نقولوا اللي ترى فرش صارت أونلاين فالبنات اللي ناطرينهم من زمان ترى بنات الكمية محدودة جدا 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 فاللي كانت وايد متشوقة انها تجرب الفرش واللي كانت تبي حق اختها يعني جربت وتبيهم حق اختها حق رفيجتها حق ترى الفرش صارت أونلاين الحمدلله الحمدلله وبشهادة أغلبية البنات أن الكواليتي مالهم جدا عالي سعرهم وايد زين تقريبا 19.5 دينار حين رح يشرح لكم عن فرشة فرشة طبعا هذا البوكس تنينية فرشة نفس هذا البوكس اللي يلد طبعا البوكس يلد لو يصير عليه شيء لو يصير عليه الوان تقدرون تمسحونه سهالات هين رح يشرح عن الفرش وأول شي رح أبلش في البوكس اللي أنا حاطه في الفرش هو ترى مو شكليا بس أنا مختارته شيء شكله حلو لا أول شيء هذي حافظة فرش فاللي تشتري الفرش أو اللي شارتهم من قبل هذا الشيء ما ينقط كلش لازم تستفيدون منه أنا كنت أروح أشتري من ماك برو هذي الحافظة مات الفرش تخيلوا أتعنى ماك برو عشان أشتري حافظة فرش فهذا الشيء مهم يا بنات حق الفرش بتسافرين بتمكي جين بالزوارة بتمكي جين بمكان بتحطينا فرشة هذي هنوريكم طريقة البوكس هذي تبطلين أيين يساور هي مو بس هما نحافظة فرش تبطلونها هذي أول ما تبطلونها أول شيء محافظة على شكل فرشي ما اخترب الحمد لله ثاني شيء هذا شيء أنا مثلا لما استخدم أقدر أحط نفس ستاند يصير ستاند وهو بنفس الوقت حافظة فاللي تشتري الفرش هذا ما ينقض تكفون هذي حافظة بنات حافظة اللي بماك ومو علباتكم رخيصة غالية تخيلوا إن هذي لكلهم مع الحافظة ومع شدي نفسي سير ستاند حقكم كلها بتسعتاش ونص والكواليتي وايد قوي الحمد لله الحمد لله الفيتباك وايد قوي على الفرش كل من يمدحهم أنا وايد مستامسة وايد البنات كانوا يسئلوني حصة متى ترجع الفرش اللي تقول تبي حق خدها اللي تبي الحمد لله الميك أب أرتست ربعي غادة خاجة أشواق هنادي وربعي اللي ما كيجون ويسوون دورات ميك أب كانوا يابونهم على طول كانوا يسئلوني حصة متى ترجع الفرش عشان نبيهم حق المتدربات لأنهم تقريبا شاملين كل شي وشنو الكواليتي مالهم حلو والسعر وايد حلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر